السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم وموضوع جديد عن أمراض المناعة الزاتية والبروتوكول الغذائي EIB اللي هيكون هدفنا من خلاله تقليل الألام والالتهابات المصحبة لها قبل ما نبدأ لو أول مرة تزوروا القناة اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم حلقاتنا الجاية أمراض المناعة الزاتية أو أودوميون ديزيز وكلمة أودو معناه أنهو الزاتي يعني الجسم بيهاجم نفسه وده عبارة عن مجموعة من الأمراض اللي بتشمل أكتر من ثمانية نوع مرض من أمراض المناعة الزاتية واللي الجهاز المناعي فيها بيهاجم أنسكة الجسم السليمة عن طريق الخطأ بمساعدة الأجسام المضادة ويبتدي يتعامل معها لأنها عدو ويتسبب في أضرار كبيرة جدا للأعضاء ممكن يسيب عضو واحد من الجسم زي السكر النوع الأول اللي بيهاجم فيها جهاز المناعة البينكرياس أو يهاجم أجهزة الجسم كلها زي مرض الزقب الحمر من أشهر أنواع أمراض المناعة الزاتية السكر النوع الأول واللي فيه بيتمم هاجمة الجهاز المناعي لخلايا البينكرياس المسؤولة عن إنتاج الإنسولين الرماطايد المفصلي وفيه جهاز المناعي بيعمل أجسام مضادة بتهاجم الطبقة المبطنة لمفاصل ويعمل التهاب وتورم وألام كمان صعوبة في الحركة استضافية ودي عبارة عن التهاب مناعي مزمن نتيجة لأن الجهاز المناعي بيؤدي إلى تحفيز خلايا الجلد على التقاصر يعني تبتدي تنتج خلايا جديدة ويحصل خلال وترقم للخلايا دي وتعمل إحمرار وكشور فضية على الجلد بتشبه أشر السمك الزئبة الحمراء ولها عرض مميز جدا على الوجه بيشبه الفراشة الحمراء حوالين الأنف وبتصيب أجهزة الجسم المختلفة وتعمل أضرار في القلب ورقة والمفاصل التهاب الأمعي نتيجة لمهاجمة جدار الأمعي بشكل جزئي زي القولون التقرحي أو أماكن مختلفة زي كورونز من الأنواع كمان اللي بتحاجم الغطة الدرقية وفيها الجهاز المناعي ممكن يحفز إنتاج أكتر لهرمون الغطة الدرقية ويعمل مرض بيسمى جريفس ومن أشهر أعراضه هو زيادة ضربات القلب وجوحوز العين أو يقلل الهرمون فيحصل الهاشي موته ومن أعراضه تورم الغطة تساقط الشعر وزيادة الوزن في أمرات تانية مشهورة برضو زي السلياك أو حساسية الأمع كمان الفايبروماليجيا أو الالتهاب العضل اللي فيه والبيام الألام شديدة في أماكن الجسم المختلفة وظيفة جهازنا المناعي في الجسم هو حماية الجسم من البكترية والجراسيم والسموم وبيشتغل كحسن مناعي قوي يتعرف على كل الأجسام الغريبة دي ويلتهمهم ويخرجهم برا الجسم عن طريق أجهزة المناعة المختلفة وبالشكل ده ينجح في حماية الجسم من أي هجوم ومش كده وبس ده كمان جهاز المناعة بيحتفظ بالمعلومات عن الميكروبات والسموم اللي هجمت الجسم عشان يتعرف عليها بسهولة وبالشكل ده يتخلص منها بشكل أسرع اللي بيحصل في أمراض المناعة الزاتية إن الأجسام المضادة لموجودة في الدم بدل ما تدور على الأجسام الغريبة والميكروبات وتحمي الجسم منها تروح على الخلايا السليمة وتهاجمها زي ما احنا شايفين في الصورة كده يعني المناعة بدل ما تحمي الجسم بتهاجم الجسم نفسه عشان كده سميت بالمناعة الزاتية ونتيجة للخلل ده الجهاز المناعي هيهاجم الأعضاء بتاع الجسم والأنسجة المختلفة ويعمل لها أضرار كبيرة ممكن تؤدي إلى تلف العضو بالكامل أسباب الإصابة بأمراض المناعة الزاتية مش معروفة لحد دلوقتي بالظبط لكن في عوامل بتزود من خطر الإصابة زي الاعتماد على نظام غذائي غير صحي معتمد على الأكلات اللي فيها نسبة عالية من الدهون والسكريات والأطعام المصنعة واللي بتزود الالتهابات وبتؤدي إلى حدوث ظاهرة تسريب الأمعاء واللي هتكلم عنها بشكل أوضح ممكن كمان أسباب جينية أو تاريخ عائلي ودي بتمثل تلت حالات الإصابة ومشارط يكون نفس المرض اللي موجود في العيلة ممكن يكون مرض تاني من المجموعة الأدويات زي بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم والمضادات الحيوية والأدوية المصبتة للمناعة بالناسبة للعمر غالباً الإصابات بتحسن ما بين عمر 15 ل44 سنة أما بالنسبة للجنس بتكون معادلة الإصابة في السيدات أعلى من الرجال بالذات كمان بعد التغيرات الهرمونية بعد انقطاع الدورة الشهرية بيكون النسبة أعلى في السيدات وده نتيجة لنقص هرموني الاستروجين آخر حاجة هي العوامل البيئية زي استخدام المواد الكيميائية والمطهيرات تلوث الميا بالمعادن الصقيلة الضغط النفسي أو العدوة متلازمة الأمعاء المتسربة دي بتوضح علاقة الأكلات الغرصحية بأمراض المناعة الزاتية وتسريب الأمعاء معناها زيادة نفذية الأمعاء للسموم ومصطدد الطعام والبكتريا ومرارها للدم واللي ممكن تحفز الجهاز المناعي ضد الجسم نفسه وتعالى نشوفي الكلام ده بيحصل ازاي بشكل عوضح جزء كبير من جهازنا المناعي موجود في الأمعاء واللي فيه الإبسيليالسل أو الخلايا بتاخد المغازيات من الأكل للدم من خلالها الخلايا دي بتتروابط بروابط قوية جدا بتمنع دخول أي أجسام غريبة أو ميكروبات للدم والتوازن ده بيحصل نتيجة لوجود البكتريا الحية أو الميكروبيون في الأمعاء واللي بتتغذى على الأكلات الصحية الغنية بالبروبايوتكس لكن في حالة تناول الأكلات الغير صحية أو الأكلات الضارة بيتم تدمير كل البكتريا النفعة والروابط القوية بين الخلايا بتتفكك والخلايا تبتدي تبعت عن بعضها ويزيد النفذية بتاعتها وتمرر كل الميكروبات والبكتريا والأجسام الغريبة للدم وبالشكل ده يحصل تحفيز لجهاز المناعي ضد الجسم التشخيص بيتم عن طريق التاريخ العائدي لو في حد من العيلة أو الأسرة عنده مرض مناعي الأعراض وشكوى المريض اختبار الأجسام المضادة ANA وده اختبار للتشخيص المبدئي لو عالي معناه وجود مرض من أمراض المناعة الزاتية لكن ما يقدرش يحدد المرض بالزبط بعد كده بيتم عمل تحليل خاصة بكل مرض علشان يتم تشخيص الضغير علاج أمراض المناعة الزاتية ما فيش علاج محدد بيقضي على المرض بشكل نهي لكن بما أنها أمراض مزمنة الهدف من العلاج تقليل الأعراض ويكون حالة المريض مستقرة وتقليل الألم والتورمات العلاج بيعتمد على مسكنات الألم أدوية مضادة للتهابات أدوية مضادة للألأ والاكتئاب الكورتيزون الموضعي زي حالات استضافية أو أقراص عن طريق الفم الجلبيولين المناعي والأدوية البيولوجية ده العلاج باختصاره بشكل عام لكن كل مرض بيبقى له بروتوكول علاجي خاص به كل ده بالإضافة لنظام الزيء الصحي زي ما قلنا بروتوكول بيمشي عليه المريض لفترة معينة البرتوكول ده هيكون الهدف منه تقليل الالتهابات البرتوكول الغذائي لمرضى المناعة الزاتية اي اي بي أو اود اوميون بروتوكول الهدف منه تقليل الالتهابات والألم وده لإنه بيعتمد على الأغذية اللي بتنظم المناعة وسحة الأمعاء وتحافظ على الأنسجة بمعنى هنشوف إيه الأكلات اللي بتزود للالتهابات هنبعد عنها والأكلات اللي بتقللها وبتكون مغزية دي اللي هناخدها البرتوكول ده بيشبه نظام باليو واللي بيعتمد على الرجوع إلى الطبيعة من خلال أربع حاجات أول حاجة زيادة كثافة المواد الغذائية بمعنى ان احنا نركز على الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسادة كمين الأحماض الدهنية والأحماض الأمينية تاني حاجة دعم صحة الأمعاء من خلال الأكلات الصحية الغنية بالبروباويتكس والله هتدعم صحة الأمعاء وفي نفس الوقت هنبعد عن أي أكل بيهيج الأمعاء ويأثر على البكتريا النفاع بالشكل ده هنعمل استعادة لحاجز الأمعاء ثلاث حاجة تنظيم الحرموليات من خلال الابتعاد عن السكريات والواجبات السريعة الضرة كمان النوم وقت كافي أقل حاجة 8 ساعات نقلل الإجهات والتوتر ونمارس الرياضة بشكل منتظم رابع حاجة هو تنظيم الجهاز المناعي وده هيتم من خلال الأكل المتوازن الصحي واللي في الآخر هيقلل الأعراض هدفنا في الآخر من خلال البروتوكول مش علاج المرض بشكل كامل لكن تقليل الأعراض وتحسين الصحة العامة الكلام ده هنطبقه كل قاتي أكلات هنزود منها الأسماك لأن الأسماك غنية بقم يجسرية بالزيت أسماك التونة والسلمون الخضروات الورقية كمان زي الخص والسبانخ البروكلي الليفت الكرفس الخضروات والفواكه الملونة والتوتيات البطاطا الحلوة الجزر البنجر القرع البصل والكرات الحاجات دي برضو مفيدة جدا المشروم أو فط رائش الغراب هنعتمد كمان على مصادر الدهون الصحية الموجودة في اللحوم الحيوانية والأسماك الدهنية ونركز قوي عليها لأن هي غنية بقم يجسري كمان زيت الزتون والأفوكادو الفواكه هناخد منها لكن بكميات متوسطة ونختار الفواكه اللي سكرها قليل الأطعامة كمان الغنية بالبروبايتكس زي الزبادي والموز ومخلل الخيار هتكون مفيدة الممنعات خلال البروتوكول هو الحبوب كلها بجميع أنواعها ودي الأبيض البوكوليات منتجات الألبان بأنواعها السكريات زي السكر الأبيض أو المحليات الصناعية زي الأسبرتام أو المحليات الطبيعية زي ستيفيا أو أي أنواع تانية من المحليات البيض والمكسرات وزبدة الفول السوداني الكاكاو القهوة التوابل السبايسي كلها ممنوع الطماطم هناخد منها كميات قليلة والفلفل الحار نبعد عنه تماما أي أجلات بتحتوي على الجلوتن برضو من الحاجات اللي هنبعد عنها العسل وديبس الرومان هناخد منه كميات قليلة البروتوكول ده مش هيفضل معنا طول العمر بيفضل لفترة معينة بعد كده بنستفيد من الأكلات المفيدة اللي موجودة في الممنوعات ونبتدي ندرجها للمريض أو ندخلها بشكل تدريجي وعلى حسب استقرار الحالة وعلى حسب تقليل الأعراض واستجابة المريض بيتم إدخالها في النظام الغذائي مرة تانية في النهاية حاب أقول لكم أن النظام الغذائي الواحده مش هو العلاج أو الزحر اللي هيعليقنا من أمراض المناعة الزاتية لكن ما فيش شك أنه من الأساسيات للتحكم في أعراض المرض وتقليل الالتهابات شكرا لكم أتمنى تكون الحلقة مفيدة والمعلومات فيها مبسطة ما تنسوش تعملوا اللايك وعملوا شير لأصحابكم علشان الاستفادة وتكونوا السبب في تقليل معاناة مرضى المناعة الزاتية